الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة نرحب بكم أجمل ترحيب في شرح للوحدة 18 من كتاب الدراسي المقرر هذا اليونت أعزائي الطلبة يتكلم عن يوستو يوستو باللغة العربية معناها اعتاد على ومن معناها أنها هي تعبر عن شيء تم الاعتياد عليه أو القيام به أو حقيقة كانت في الماضي والآن غير موجودة فمثلا هنا أمطيك بالمثال عن نيكول نيكول كان السابقا معتادة على السفر كثيرا لكن هذه الأيام ما معتادة فهنا كاتب لك now she doesn't travel لكن بالماضي she used to travel قاعدة she used أنه الفاعل door used to يتبع by used to وبعدها فعل مجرد she used to go away she used to travel إذن بالمقطع الأول شرح لك الاستخدام أو القاعدة بشكل عام بالمقطع b راح يشرحنا وظيفتيا لهذا التعبير أو المن يستخدم something used to happen it happened often in the past but no longer happens يعني كان يحدث في الماضي لكن الآن ما يحدث مثل I used to play tennis a lot but I don't play very much now يعني كنت ألعب التنس كثيرا لكن الآن ما ألعب مثلا David used to spend a lot of money on clothes كان معتاد أن يصرف الكثير من الأموال على الملابس أو أقول I used to smoke a lot I used to read a lot لكن الآن لا أدخن ولا أقرأ هاي الحالة الأولى أشياء تم الاعتياد عليها في الماضي أو عملها في الماضي الآن لا غير معتادين على عملها كذلك تستخدم لأشياء كانت حقيقية أو موجودة الآن غير حقيقية مثل This building is now a furniture shop it used to be a cinema يعني هي الآن هي محل أثاث لكن الآن هي سينما أو كانت سينما It used to be a cinema I used to think Mary or Mark was unfriendly كان غير ودود Lisa used to have a very long hair شعر طويل طبعا تنتبه عزيز الطالب إنه في حال استخدام هاز يعني العفو used to فهي استخدامها في الزمن الماضي وليس في يعني للتعبير عن الأشياء حدثت في الزمن الماضي وليس في الزمن المضارع لذلك بسي نبهك إنه إذا كان شيء هذا هي past past وليس there is no present لا يوجد إلها مضارع إذا تريد تعبر عن المضارع فتستخدم إلى present simple يعني أعيد لأنها ملاحظة مهمة إنه used to هي ماضي ولا يوجد لديها present مضارع لذلك ما تستطيع أن تقول إنه تعبر I used to do لذلك ما تطيق جمل تقارن لك هنا بالpast he used to play اعتاد على اللعب أما هسا فيكون he plays في حالة الإثبات هذه في حالة الإثبات في حالة النفي وفي حالة الاستفام تستخدم did ليش did؟ لأن هي أصلاً بالماضي فتستخدم did زائداً الفاعل زائد used to يعني تنحذف D ليش؟ لأن هنا did يتبع بعادة بفعل مجرد في حالة النقاتف تستخدم did didn't use to عزيز الطالب خلي بالك من تستخدم did لازم تحذف D من نهاية use to فأقوح طريقة أخرى أسهل بدل ما الطالب يعني يقول لك استخدم did didn't use to يقدر يستخدم use not to فتقدر تقول I didn't use to like him or I used not to like him فهذا النحالتين بالنفي وحالة وحدة في الاستفام طبعاً هنا التمرين إيه مقارن لك بين المضارع الألعف بين الماضي المستمر وبين هذه الحالة للإعتيات زين نطرح سؤال إنه هذا يتكلم عن الإعتيات في الزمن الماضي أو الأشياء اللي كانت حقيقية الآن مو حقيقية في الوقت الحاضر ماذا عن الإعتيات في الوقت الحالي؟ الاعتيات في الوقت الحالي ستتم مناقشته بالتفصيل في unit 61 مع ذلك هو تمت الإشارة إلى هنا أنه I used to live alone أنه اعتدت وانا عيش وحيداً يعني في الماضي لكن الآن قلنا ما يعتاد أنه يعيش alone قلنا يكون زوج أو صار عنده أطفال أو عاش مع أصدقائه إذا انتهي السام اعتاد على شيء تستخدم الفاعل زائد فعل الكينونة is am are زائد used to زائد فعل في حالة ال-ing I am used to living alone وطبعاً هذا يتم بالتفصيل مناقشته في unit 61 إذن مراجعة سريعة يتم استخدام used to فاعل زائد used to زائد مصدر الفعل أو الفعل المجرد يتم التعبير عنه عن أشياء تحدث في الزمن الماضي الآن ما تحدث عن أشياء حقيقية ويتم نفية والاستفام في باستخدام الفعل الفعل dead إذن يتم التركيز أو أساسه هذا اليونت هو A وC وD أو A وB وD ترجمة نانسي قنقر